تكوّنت إزاي يا سي أحمد أول حاجة نفستنا مع حضرتك يعني بجد والله العظيم وألف من يوم مبروك على المسلسل حبيبي أرضي ربنا يا حبيبي ربنا يخليك يا رب أنا أتولدت في عائلة فيها خمس بنات وأبويا أمي وأنا أولاد الوحيد أبويا كان بيشتغل في مكتب بتاع ميوزيشن اسمه ميشيل يوسف معرفش حقيقة طبعاً طبعاً فكان مكتب بتاع ميشيل يوسف كان أبويا بيكتب فيه اللي بينسخ النوت وكده وكان خطه فظيع طبعاً فأنا مثلاً وانا عندي ثلاث سنين أو أربع سنين مثلاً أبويا بيقول لي مثلاً سلم سول ماجير إيه الدليل بتاعه يا ظلام فأنا كنت باع رفقرا نوت وعزف فيان وكده وأنا عندي أربع سنين فأول لما بطلت بقى أطلع شوية يعني أظهر شوية كده والمواهبة بطلت بان عندي فأمي قالت لبابا أن فيه معهد الكنسروري كويس تي يندخلوا المعهد فأول ما دخلت المعهد عملت الاختبارات فدكتور حسن شرارة قال لي أنه عايزي خليني أعزف كمانجا أبويا كان عايز بيانو فدكتور حسن نهى الموضوع وتحيز للألة بتاعته طبعاً وقال له عندك بيانو في البيت فأبويا قال له لا طبعاً يعني أنا عائلة تحت المتوسط بشوية فأكيد مفيش بيانو في البيت فالمهم دخلت الكنسروري وابتديت بقى الموضوع المزيكة يكبر واحدة واحدة وكنت من الناس الموهوبة يعني ضفعك هتقول إيه لا كمان بس أنا كنت من الناس الشطرة وكده لغاية لما في لحظة بقى معينة كده أنا كان نفسي أشتري جزمة أبويا كان بيجيب لي جزمة واحدة بس في السنة فأنا كان نفسي أشتري جزمة عادية يعني مش جزمة الجلد يعني جزمة عادية بقى فكانت بـ 25 جنيه و25 جنيه ده أنا مرتب أبويا 325 جنيه أصلاً فإن أنا أجيب جزمة من 25 كان يبقى صعبة جداً فإحنا ممنوع طبعاً في الكونسفراتور نعذف موسيقى شرقي تماماً ففي مرة كده قاعد بعذف كده شرقي كده واحد أكبر مني قال لي إيه أنت متعذف شرقي قلت له إيه أسف والله مش نتقول لش الحد قال لي لأ حاجة غلط يعني فقال لي لأ أنت ممكن تشتغل قلت له طب جد أنا ممكن أشتغل قال لي قلت له طبعاً تشتغل ثيوتا بشتغل إزاي وكده قال لي تروح في قهوة كده في العتبة اسمها متروبول قال لي هتروح هناك تقعد وإنت هتبص هجيلك الشغل هو بتاع فالمهم أنا بقى كان عندي بنترون بتاع الأوركسترا أسود والعميس أبيض أبويا كان قصير الله يرحم فأخدت الجاكت بتاعه فهو مقاسي بس كبير يعني هو مقاسي زي دا كده فالمهم رحت يوم اثنين تلاتة فيه شغل يعني بس قاعد لغاية لما جي واحد كده باشا كده عنده شنب كده ولبس تكسيده الصبح وعربية مرسيدس وبتاع وكده جي قاعد يعني أنت رايح قاعد بالكمانجا قاعد بالكمانجا وجاهز يا حبيب قال لي أشتغل فالمهم فجي قال لي ولا تعال هنا فأنا رحت وقاعد يقول لي ولا دي سنتين مثلا ما قال ليش اسمي خاله فقال لي تتازف قلت له كامانجا قال لي طب خلاص تعال بكرة الساعة 2 سمعني الأول سمعته وقال لي بكرة الساعة 2 الظهر تيجي بالكمانجا والبدلة فجيت عده هو بعربيته مع تاكسي كده ورا نده مثلا محمود إبراهيم إسماقيل كده تلاتة كلهم كبار ولا وراكدنا عرى تاكسي رح رايحين فين بقى حنيعمل يوم شعيرك